بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في الإقسام على الله التألي على الله من تألى على الله فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما نافى أصل التوحيد فالتألي على من هو عظيم تنقص أقسام الإقسام على الله عز وجل أولاً جائز أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي وإثبات فيه دليل على يقينه والله ليشف عن الله نبيه في الخلق يوم القيامة ثانياً جائز وهو أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه بشرط أن يكون له عمل صالح كما في قصة أنس بن النظر رضي الله عنه ثالثاً الدليلان الأول والثاني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته لا يغفر الله لفلان يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله والعجب يتألى علي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي المسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخر الحديث الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر